اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة ام انه من الممكن ان نتصور حياة اخرى دفين في اعماقنا ولا نشعر بها وهل القول بهذا المبدأ يحمل تناقضا متنكرا للاجابة على مثل هذه التساؤلات تابع معي عزيزي الطالب تتألف الذات الانسانية من حيث هي مركب متفاعل من مجموعة من الجوانب العضوية والنفسية والاجتماعية اذا تأملت معي هذه الفقرة تلاحظ بان الانسان كائن ذو ابعاد فهو يشتمل على جانب مادي يتمثل في الجسم وعلى جانب معنوي يتمثل في النفس وله علاقات اجتماعية والواقع ان هذه النفس بما تحويه من اعمال واحوال شغلت ولا زالت تشغل حيزا كبيرا من التفكير الفلسفي وعلم النفس في محاولة لتحديد ماهيتها وكذا الاسباب والواقع التي تقف وراء الافعال والاحوال ان هذه الفقرة ابنائي تدل على ان الانسان في هذه الحياة يقوم بمجموعة من السلوكات فتارة يجد لها الاجوبة المناسبة وتارة يبقى حائرا فتتراكم عليه الاسئلة واذا كانت التجربة تدل على ان الحياة النفسية محصورة في الحياة الشعورية فالمشكلة المطروحة امامنا هي هل يمكن ان نسلم بوجود حالات لا نعيها دون ان نقع في تناقض وهل يعي الانسان دوما اسباب سلوكه وهل يمكن اعتبار الاحوال النفسية احوالا لا شعورية فحسب وهل كل ما هو نفسه شعوري للاجابة على هذه الانشغالات يمكننا ان نستعرض اهم المدارس التي حاولت تفسير حقيقة النفس الانسانية ومن بين المدارس المقررة في البرنامج الدراسي النظرية الكلاسيكية التي تحاول اعطاء تفسير لحقيقة الحياة النفسية وهنا ينبغي على الطالبي ان يضع موقفا واضح المعالم فتابع معي تعتقد النظرية التقليدية ان الحياة النفسية بمختلف حوادثها تقوم على اساس الشعور وهنا ابناءنا تستوقفنا كلمة الشعور فالشعور كما تعلمون هو ادراك الانسان لذاته او هو حدث النفس لما يجلب داخلها من حوادث نفسية وعلى هذا الاساس فان الكلاسيكيين جعلوا من الشعور مبدأ وحيدا للحياة النفسية وهذا الامر يتجلى في مقولة ديكارت التي تنص على ما يلي لا توجد حياة نفسية خارج الروح الا الحياة الفيزيولوجية ان هذه المقولة تدل دلالة واضحة ابناءنا على تلك الثنائية الديكارتية التي استلهمها من الثقافة الهيلينية والتي تقيم موازاة بين ما هو مد وما هو معنوي ولذلك نجد ديكارت يسلم بمبدأ المادة التي اساسها الامتداد والجانب المعنوي النفسي الذي اساسه الفكر قد تتساءل معي عزيزي الطالب عن الاسباب والدوافع التي جعلت الشعوريين يعتقدون بان الشعور هو المبدأ الوحيد للحياة النفسية فقد اقاموا سلسلة من الحجاجي ومن ابرزها هذه النظرية طابقت بين النفس والشعور وجعلت كل ما هو نفسي شعوري وكل ما هو شعوري نفسي عندما تتأمل هذه الحجة تجد بان الكلاسيكيين طابقوا بين ما هو نفسي وما هو شعوري ويمكن تلخيص تصورهم في المعادلة التالية الحياة النفسية تساوي الحياة الشعورية ومن بين المبررات التي اقامها ان فكرة لا شعور غير مقبولة لاننا نقع في تناقض مع اهم المبادئ العقلية ولقد درستم اعزاء الطلب هذا المبدأ والذي يتمثل في مبدأ عدم التناقض ومفاده ان الشيئين المتناقضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا فاذا سلمنا بمبدأ الشعور على انه قضية صحيحة فمن غير المعقول ان نسلم في نفس الوقت بمبدأ اللاشعور لان هذا المبدأ لا يقبل الحالات الوسطى بين المتناقضين وهذه الفكرة استلهمها من قاعدة الكوجيط والتي تعرفونها وهي مشهورة والتي تنص انا افكر اذا انا موجود ان هذه المقولة عندما نتأملها نجد بان ديكارت اراد ان يبين لنا بان الفكر صفة جوهارية ملازمة للحياة النفسية ومن ثم تفا انه من غير الممكن ان نجد سلوكا يفلت من دائرة الوعي ذلك ان كل ما هو شعور نفسي وان كل ما هو نفسي شعور وخلاصة موقفهم ان كل ما لا نشعر به فهو ليس من انفسنا لكن ابناء هل مثل هذه التصورات التي جاء بها الكلاسيكيون تعبر بالفعل عن حقيقة النفس الانسانية فهناك صعوبات منهجية واجهة الباحثين في علم النفس ومن ابرزها صعوبة الكشف عن كل الحوادث النفسية وتنظيمها تنظيما علميا ذلك انكم تعلمون ابناءنا ان الحياة النفسية تشتمل على حوادث كيفية وهي ذاتية اضف الى ذلك وجود مظاهر سلوكية كثيرة مثل النفور او الميل الى اشياء دون مبرر ظاهر وهناك دلالات كثيرة تثبت ان لدينا في كل لحظة عددا لا حصر له من الادراكات تفلت من قبضة وعينا وان النفس تنطوي على تغيرات لا ندركها الا بصورة مبهمة وهذا يعني ان في نفوسنا افكار تخفى على الشعور فالنشاط النفسي ابناءنا ليس بالضرورة نشاطا شعوريا بل الشعور لا يشكل الا جزء منه لان الانسان تمر عليه حالات ويقوم بسلوكات دون ان يدركها وهي لا ترتد الا الى النفس مثل هذه الصعوبات تعود بالدرجة الاولى ابناءنا الى المنهج الاستبطاني الذي اعتمده لكلاسيكيون واعاقة قدم علم النفس في العصر الحديث ان مثل هذه المؤاخذات فتحت الشهية امام الكثير من الباحثين لاعادة طرح تفسير حقيقة النفس الانسانية من جديد وهذا ما نعالجه في نظرية الشعور في الجزء الثاني وإلى ذلكم الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة